السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا بحضراتكم يا بشمانسين اليوم ستكون لدينا سلسلة مختلفة قليلا برضو تخص الشغل في الموقع ولكن عن الباوزة نيرونج وهي عملية التجديد وعملية التعديلات على المباني وما إلى ذلك طبعا زي ما حضراتكم عارفين كثير جدا هنا من المباني الموجودة في المانيا هي مباني قديمة اغلابها اتعمل اما قبل الحرب العالمية التانية او في ايام الستينات لما حصلت نهضة في المانيا نهضة اقتصادية هتلاقي فيه كتير جدا من المباني دي اللي هي حاليا ببتدي تتورس لأجيال جديدة او حتى ممكن يكون بيتغير نشاطها في شكل كامل فالشركات كتير جدا ابتدت ان هي تطلب مهندسين بيقدروا يشتغلوا في عملية الباوزة نيرونج فاهمين ايه هو الباوزة نيرونج بيتعامل ازاي وحتى لو كمان شركات مش بتطلب الكلام ده ممكن تلاقي حد بوهر عادي جدا الراجل ده شايف ان هو المشروع بتاعه قديم المبنى بتاعه قديم وعايز يعمله عمليات تعديل في استخدام الانرجي على اساس هو شايف مثلا ان بيصرف فلوس كتير في موضوع الهيدسونج في استخدام المية السخنة فبالتالي هتلاقي مثلا كتر جدا الشغل في موضوع الديمونج كتر جدا الشغل في عملية ان احنا لا هنغير الهيدسونج كيربر ونخليه بشكل ان هو يكون وكل الكلام ده من هذا القبيل علشان كده فكرت ان انا ابدأ سلسلة جديدة في عملية الباوزة نيرونج السلسلة دي انا مش عارف لسه ممكن تخلص وقت دي ولكن قدينه مع بعض والله المستعان وطبعا يعني ببقى مشكور جدا لو حد بعتلي تعليق ولفت نظري لحاجة معينة المخروض ان انا احاول اجتهد وقدمها للناس او احسنها بالشكل اللي يكون مناسب اكتر لحضراتك طيب انا يعني في المقدمة في ست او سبع اهداف لحضرتك بتعمل اصلا ده وزانيرونج سواء انت كنت المهندس المشرف عن مشروع او حتى كنت شخص يعني عادي وعايز تعمل لنفسك ممكن تتعمل حاجات لنفسك طبعا او تخلي كثقافة ده منتشرة جدا في المانيا انك بتلاقي حد بريفات فاوهير هو من نفسه كده فكر انه هو يعمل اشتغيش ويدهن البيت كله او حتى يغير البودن بليجا اللي هي الارضيات عندهش اي مشكلة في الموضوع ده كثقافة منتشرة وموجودة طيب الهدف الاول اللي احنا عايزين نعرف ايه هي العلاقة ما بين الكوستن لان دي طبعا رقم واحد ايه هو العلاقة ما بينها وما بين الزانيرونج المطلوب وهل المشروع بتاعي ده المشروع ده يعني اثري ولازم الحفاظ عليه او لازم الحفاظ على شكله وتصميمه ده وانت مسموح لك تعمل زانيرونج في حاجات معاينة ولا لا مفروض فيه سوزامن هينجا ما بين الثلاث حاجات دول الهدف الثاني هي العمل الجماعي ما بين البوهر ما بين البلانا اللي هو المهندسين اللي يشتغلوا في المشروع العمال اللي يشتغلوا في المشروع والبي هوردن اهم حاجة اللي هي الامتر او الهيئات اللي يجب تتعامل معها طلب منك انت تتعامله زانيرونج لازم حتىك برضو هتعرفها وتتوقعها وتكون محضر لها اسئلة وتكون محضر لها اجابات ازاي حضرتك تقدر تحدد حاجتين مهمين جدا حاجة اسمها المعايير السكنية اللي انت عايزها في المشروع والسلوك السكني اللي عايزه في المشروع وده يفرق اذا كان المشروع ده هي الطبقة المعاشية بتاعت الناس اللي هتسكن فيه المشروع ده اصلا خدمي او هو خدمي من انهي طرازه ومن انهي مستوى معين ده كله طبعا هيفرق معك بتحديد الكوستم تحديد البطشات تحديد الترمين بلاينا وماء لذلك النقطة اللي بعد كده ايه هي المتطلبات اللي انت عايزها علشان تعمل زانيرونج اناليوزا اللي هو ايه اللي هي مثلا انت بتعمل تحليل وبتعمل تقارير عن عملية زانيرونج هتمشى ازاي بعد ما تحدد بقى ايه هي المتطلبات اللازمة ليه النقطة اللي بعد كده ان حدتك بتحدد ايه هي المتطلبات اللازمة علشان تعمل زانيرونج اناليوزا زانيرونج اناليوزا ده اللي هو تحليل او تقرير اللي حدتك هتطلعه هتكتب فيه هذا زانيرونج ده هيمشى ازاي ايه هي المتطلبات اللي انت عايزها وايه هي الخامات وايه هي الكوستن وهي البطشيت فالمتطلبات انك انت تعرف مثلا طبيعة السكن ده هيكون ازاي الناس مثلا عايزة تسكن دي او اللي عايز يستخدم المبنى ده عايز تخدمه لمدة مثلا قد ايه وبعد كده هيفكر يعمله سانيرونج تاني او يعمله تعديلات تانية او ما الى ذلك هل مثلا المتوفق في المنطقة هنت تفرقع بالحاجات اللي انت عايزها في السانيرونج ده هل مثلا فيه لفغانتن حواليك تقدر تشتري منهم الخامات وكل الحاجات دي بالاخر بقى حضرتك بتحدد الطريقة اللي هتتباعها في عملية الزانيرونج ودي اللي هيا ان شاء الله هتكون مهمتنا في السلسلة دي اننا نحددها ونوصل لها ان شاء الله احنا بقى عايزين نعرف ايه هو الزانيرونج من وجهة النظر الالمانية زانيرونج فيدا هاشتلونج يعني انت بتعمل اعادة انشاء فيدا هاشتلونج اينس تواها نوتس باغن تشتانس اينس جيبويدس يعني حضرتك بتعمل اعادة انشاء لجزء معين او لحالة معينة كانت عليها المبنى ده طيب المبنى ده مفروض ان الحالة دي تكون دور هافت دور هافتش مفروض انه تكون نوتس باغن يعني حالتك لازم تعمله على مدى طويل يقدر ان هو المنشأ بتاعك او الحالة دي تستمر المدى طويل او للمدى اللي هو عايزه منك البوهير وبيكون نوتس باغن انك انت بتعمل زانيرونج فيدا الهدف اللي انت اصلا عملت عليه من الاول قدرت فعلا توفره بعد ما خلصت الزانيرونج ومعملتش حاجة غلطة او حاجة مختلفة عن اللي عايزها البوهير طيب علشان توصل لحاجة دي فانت لازم تبع عندك في اعتباراتك ثلاث حاجات اساسية بتفكر وانا عليها اول حاجة زي انا هغير الحالة اللي هي اصلا اني جاي عمل عليها زانيرونج فدي بنقول عليها الباو مينجل بزايتونج انا عايز اعمل تجنيب او عايز اعمل الغاء للباو مينجل المينجل اللي هي العيوب والمشاكل اللي موجودة اصلا اللي اعتبار التاني لازم تاخد بالك منه هو الانيرجي كوستن عينشباغن برضو لازم توفر في مصادر اتقال هتستخدمها سواء وانت بتعمل سانيرونج او بعد حتى في عملية استخدام المنشأة نفسه ازاي هتخلي في عينشباغن لانيرجي كوستن ودي اهم حاجة دلوقتي في المانيا وقصة الامفيلتوم لازالك الناس كلها العيشة هنا عارفة القصة دي الحاجة الثالثة هي القيمة الجمالية للمبنى طيب طبعا الزانيرونج ده ممكن كمان يتعمل لجزء معين معين بس يعني انا مش لازم اكون داخل اعمل مبنى على بعضه لانا ممكن اعمل جزء واحد بس وفي الحالة دي انا ممكن اوصل لان انا اعمل هدم في جزء معين في المبنى والهدم ده بنقول عليه ابغس ابغس يعني هدم او حتى ابغس جنسة يعني حتى في جزء كامل حتى حتى قسره جزء كامل حتى تهدمه علشان توصل لحالة الانيرجي لانت عايز توصل له المطلوبة اصلا طيب ده كان فيديو كده بيحكي مقدمة عن الباوزا نيرونج بإذن الله حنكمل الفيديو اللي جاي وحن ندخل فيه ايه هي الارتن فن باوزا نيرونج هي أنواع الباوزا نيرونج المشهورة هنا في ألمانيا أو المطلوبة هنا في ألمانيا بشكر حضراتكم جدا سبحانك اللهم وبحمدك أشان الله إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك